بسم الله الرحمن الرحيم أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعياء المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال أربع طائرات مفخخة اعترضتها قوات التحالف وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات في الأوينة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وجددتها الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الارهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها